بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذا أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا ووجوركم بشهادة سيدنا ومولانا الإمام الصادق عليه السلام كثير من الأخو والأخوات يتساءلون ويبعثون إلينا برسائل حول كيف أعرف بأن ما بشرت به في عالم الرؤية سيتحقق على أرض الواقع أرى بأن حاجتي قد انقضت ولكن لا أراها في أرض الواقع كيف أعرف ذلك هل ستحقق أم لا ويروي علماؤنا الأعلام عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام أربع الضوابط وأربع شروط لتحقق حلمك على أرض الواقع أولها بأن الإمام الصادق عليه السلام قال إن الرؤية الصادقة إذا رآها بعد الثلثين من الليل مع حلول الملائكة وذلك قبل السحر فهي صادقة رؤية رؤية صادقة وتقع على أرض الواقع هذا هو الشرط الأول إذا رأيت الرؤية قبل صلاة الفجر في وقت السحر وكانت مبشرة لك فيها بشارة بقضاء الحاجة فعلم علم اليقين بأن هذا الأمر سيقع وهذه البشارة سوف تراها على أرض الواقع الأمر الثاني قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام ألا يكون جنوبا ثانيا أو ينام على غير طهور يعني بمعنى الشرط الثاني أن تنام طاهرا وكذلك المرأة تنام طاهرة فإذا ما فعلا ذلك ورأيا رؤيا فإن تلك الرؤيا تكون صادقة وكذلك إذا كانا يتوضآن قبل النوم ورأيا رؤيا فإن هذه الرؤيا صادقة إذا كانت فيها بشارات تقع على أرض الواقع فالشخص الذي هو مجنب أو ينام على غير طهارة وكذلك المرأة التي تنام على غير طهارة أو أنهما لا يتوضآن فإنهما وإن رأوا في عالم الرؤية بشارة بقضاء الحاجة الإمام الصادق عليه السلام يقول إما أنها تختلف تختلف لا تتحقق وإما أنها تبطئ أي أنها ماذا لا تتحقق سريعا وإنما تبطئ على فلان وكذلك الإمام سلام الله عليه يقول ومن لم يذكر الله عز وجل حق ذكره فإنه ماذا كذلك تختلف وتبطئ عليه تحقيقها على أرض الواقع يعني بمعنى الإنسان عليه عندما ينام أي يذكر الله سبحانه وتعالى ويردد الآيات والسوار والأذكار ويسلم على صاحب الزمان ولكل شخص طريقة كيف ينام فيها ويذكر الأذكار المتعود عليها ولكن الشرط هو أنك تنام وأنت ماذا تردد على راحتك تردد ما شئت من الآيات والسوار والأذكار وإلى غير ذلك وأولها بأن تدخل إلى فراشك بأول لأول ما تدخل تقول بسم الله الرحمن الرحيم فإذا هذه الشروط التي وضعها الإمام الصادق عليه السلام من قام بها فليعلم علم اليقين بأن البشارة التي رآها في عالم الرؤية سوف تتحقق والبشارة الأخرى والمؤكدة والتي لا محالة هو ما قاله أيضا النبي صلى الله عليه وآله ورواه مولانا الإمام الصادق عليه السلام عندما قال من رآني في منامه فقد رآني لأن الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي ولا في صورة أحد من شيعتهم بمعنى الشيعة سلمان المحمدي أبو ذر الغفاري مالك الأشتر إلى غير ذلك لذلك علماؤنا الأعلام والإمام الصادق عليه السلام يقول إذا رأيته النبي المصطفى محمد الإمام علي السيدة فاطمة أهل البيت عليه السلام وكذلك علماء الشيعة الكبار أو أصحاب الأئمة عليه السلام يبشرونك بشيء في المنام فاعلم علم اليقين بأن هذا الأمر سيتحقق على أرض الواقع ولو بعد حين ولو بعد فترة لا بد أن يتحقق لأن كلامهم صدق وقولهم وعد لا قلف فيه لذلك هذه الشروط إذا أنت تراها وتعمل بها فسوف يتحقق حلمك على أرض الواقع يعني اطمئن مهما عشت في الحياة الدنيا سوف تراها أما إذا لا إنك تنام بلا طهارة وتنام بلا ذكر الله عز وجل ولا تتوضأ وتنام يعني على يعني على جناب أو غير ذلك فهذه الرؤى التي تراها وإن كانت صادقة وإن كانت صادقة إما أن تختلف وهذا الأمر يعني يعني عليك أن تحذر منه إما أن تختلف يعني بمعنى لا تتحقق وينتهي الأمر أو أنها تكون معكوسة وإما أنها لا تبطء عليك بدل أن تتحقق سريعا تبطء عليك تتأخر كثيرا وكذلك ماذا كما قال مولاي الصادق عليه السلام إذا كانت الرؤية قبله قبل ثلثي الليل تكون هذه الرؤية ليست بالصادقة الرؤية الصادقة قبل صلاة الفاجر وهو وقت السحار وأنا أشكركم كثيرا على حسن المتابعة طبعا هذا ما ورد في كتاب الكافي في الجزء الثامن صفحة واحد وتسعين وكذلك ما ورد في كتاب بحار الأنوار في الجزء التسعة والتسعين الصفحة اثنين وثلاثين وفي خدمتكم كان هذا التساؤل من قبل الكثير من المستمعين وقمنا بالإجابة إن شاء الله تعالى أما الأخوة الذين دائما يتساءلون عن كيفية التواصل في تفسير الأحلام لقناتنا وخدمة تفسير الأحلام لقناتنا صباحات ولائية من محمد فيمكنهم التواصل فقط عن طريق الواساب برسائل صوتية أو كتابية وليس اتصاد والأرقام هي الأثير 0786-717-8255 والآسيا 077-600-26673 برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام ترجمة نانسي قنقر